قانون جرائم المعلوماتية المثيرة للجدر والذي يعتزم البرلمان استكمل التصويت عليه بعد قراءته بشكل أولي حاز على نصيبه من عصفة الانتقادات نظرا لما أطلق عليه نشطاء وصف مقيد للحريات هناك امتعاض من الرأي العام حول هذا الموضوع قد يراه البعض تقييد للحريات أو غيرها نحن سنعمل على دراستة بشكل دقيق بما يؤائم على أن يضمن حرية الرأي العام نحن في دولة ديمقراطية لدينا دستور كفى الحريات الرأي العام لا نأتي بقانون ولا نقبل أن نأتي بقانون يقيد الحريات العامة التمييز بين الجاني والمستخدم البريء لمواقع التواصل ونشر محتويات موبوءة تحمل في طياتها استهدافا ممنهجا هذا ما يدعو إلى تطبيقه أكاديميون وأعلاميون ونشطاء حيث يكمن نجاح القانون في تطبيقه وليس في تشريعه من عدمه إذ أن التطبيق وفقا لآرائهم هو الجزء الأكثر تحمل لمسؤولية المعاقبة بحق من أخطأ بالنشر والتعبير ممكن هذا القانون أطبق على الأشخاص اللي فعلا يستحقوا لكن الأشخاص الآخرين ممكن مثلا أن ينتقدون حكومة شخصية معينة ما بها شيء لكن أنا بس أخلي الشخص أقومه على السكة وخلي يعرف الشيء ينشر ويخلي يعرف أنه أكو قانون وأكو حكومة ممكن تكون رادعة إليه في حال أنه تجاوزها لكن في حال أن يعبر عن رأيه لأني ضد أنه هذا القانون يكون حتى على الشخصيات اللي تريد تعبر عن رأيها فبالنهاي نحن في بلد ديمقراطي 31 مادة اجتمال عليها القانون الذي يحتاج إلى قراءة ثانية ثم تصويت ليصبح نافذا بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية ونشره في جريدة الوقائع وفقا لعادات التشريع في العراق لكنه قد يعدل إذا ما علد أصوات المطالبات وتحديدا الشعبية أو قد يترك ويهمل كما في قوانين سابقة إذا ما أخذ بنظر الاعتبار أن هناك قوانين تصنف سيادية يعتزم مجلس النواب تمريرها في دورته الرابعة والتي توارثها من دورات مضت سلمت فاضل رشيد